الوسائل العلام نبوا عليهم وجوه هذي اللي تسبت في خراب تونس ما عاش تجيه وسائل العلام جيبوا الناس اللي تعرف تبني اللي تعرف تصنع الحلم العبادة النضافة اللي تعطي الأمل جيبوا ناش سراق والنهابة والإرهابيين ما زالوا الليوم يدافوا وسكروهم الوسائل هذي في إطار الإجراءات السفنية اللي مش مش يشد الخط تفضل على برة ما حاش ناش به فماش ديمقراطية الفساد وديمقراطية الإرهاب والديمقراطية السرقة ديمقراطية هي ديكتاتورية الأغلبية والديكتاتورية اليوم الأغلبية هي لطالبة المحاسبة والطالبة القطع مع هذه المنظومة كتاب 25 جوليا 2021 الذي فهمنا منه وأنه سيقطع مع منظومة الإخوان ومنظومة الإرهاب ومنظومة الفساد ومنظومة نهب أموال الشعب ومنظومة الإفساد والفساد نحب نقول لك سيد الرئيس راهي الحرب مبنية على الخدعة وعلى السرعة والمباغة خصمك رهوك تعطيه برشا وقت تخليه يعاود ينظم صفوفه والناس اللي تدعم فيك يتزب أنت تكون تجري بسرعة قصة وتخليها تتبعك وتسير الواقع كسسوها في الداخل أو في الخارج أما كي تبدأ تمشي بخطوات بطيئة يدوبلوا عليك ويعرضوا لك ما عاش يخليك تقدر إذا اليوم مطلوبة سرعة نعرف أنه العملية صعبة فيما ضغوط داخلية فيما ضغوط خارجية أما ما تخليش أعداء الوطن في الداخل وفي الخارج ياخذوا وقتهم الكافي لإعادة التنظ ما كتشوف اليوم بحير يخذوا وقته وعمل لك جمعية بتاع الدفاع الحقوق والحريات قيادات الكل مادة وجوها في الأعلام ما فهمتش علاش فهمتش علاش سع وسائل الأعلام هذية تتحمل مسؤوليتها في إعادة إنتاج رداء هذي اللي كانت هي جناح فساده جناح الإرهاب كانت تقصي كل الناس اللي عندهم أصوات حرة وليفكروا في مصلحة الوطن باسم الحياد لا يا سيدي حب نقول لكم احنا طورنا مش من في فترة انتخابات ما فهماش حياد الحياد هو خيانة اليوم يجب أن توقفوا مع قضايا شعبكم اليوم يجب أن تحترموا الناس وكل وجوه المحروقة ولا تثبت في الخراب ما عادش تجيبوها رئيس يقول له رأوا عندك سلاحياد في انتظار الملفات القضائية وفتح الملفات القضائية عند القانون طويرا عندك الإقامة الجبرية وحد من ينجم يناقشك القانون يسمح لك باش تخضع وفما برشق قيادات إخوانية وغير إخوانية لابد من إخضاحها اليوم لشو هاتو الغنوشي نسيبو واذا يحكي لبرة ويتصل مع أردوغان ويتصل مع اللوبيات الأمريكية والمصمودي البرد تسمع فيه فيش يقول قصوا اللقاحة وينسا بنت الغنوشي لم يمشوز يابد يقفل عليهم سكر عليهم حتى اللي فون ما يستعملوه بشير العكر ما ريش تخليله في اللي فون استعمل فيه طو من 13 جويل ودوسي تقولوا بعد نهارين من 15 جويل عند النيابة العمومية لتوهم اخذت قرار مش تحل فيه بحث ولا هكا معقول هذي رسالة باهن نعطيها للشعب ونقولولو وراهم مش يكون عنا قضاء ناجد وصا نضرب بقوة باش المجلس قضاء العدلي نجمي يتباشر النيابة إجراءات رفع الحصانة السيد بسيفتك رئيس الجهاز النيابة العمومية تفضل لليوم يجبوا يتحل الملف هذا شنو هذا هذا الملف تنهي به لأخوان جيال لذا سيد الرئيس أنا قولنا نصحك راهي حرب مثل الحرب هذه على لوبيات الفساد وعلى لوبيات الإرهاب راهي متتخاضش بفرق صغيرة وعادي متتجربة البرنامج يزمي يكون نجاح جمع وهك تشوف نحنا نساندو قولنا مش سك على بياض أما نساندو لأن اليوم ناقف على نفس الخط اللي نعنا أنا وانتي وغيرنا نشوف اللي الخطرة الدهم على تونس والخوان جيال بعد تونت تفهموا فلورست ولذا كبر الفرق متاعك كبر الفرق يهديك واستعين فما نس وطنين وفما نس تفهم في التكتيك وتفهم في المناورات راهوا الخوان جيال خدموا أربين عام في تنظيم سري راهوا المبتدئين وما ما نحكيش إلا شو نضافه بركة راهوا نحكيو على ننظيف المستوي راهوا مش مش ننسب أنا نحب اليوم جنيرال قلب بصحيح يضرب ما وخرش وما بيعش مش تقوليش نضيفه عاقل والدعاية لمش نمش ننسب أنا بالمناسبة نحب نقولك السفراء هذو منتاع كلمون تحركوا شوية تحركوا يعرفوا بالإجراءات ويعاملوا الداعاية ديبلوماسية ويعرفوا ويدوروا وحاولوا يقعوا الدعم المالي والدعم الديبلوماسي من دول كلهم الأصدقاء والأشقاء وغيرهم شبيهم راقدين راو هذا عمل جماعي كيف كيف وزارة الداخلية ردوا بالكم من الانشقاقات ردوا بالكم من زمرتي الساج راو فهي برشا غواصات راو دخلكم في الحيط قداش ممرا راو عنهم غواصات يا أخي وين أستيدي تعرفوا كيف الأمور هذي متنجم تمشي إلا بشخصية قوية على الإدارة العام مصرح مختص بشي يجيب لكم المعلومات الصحيحة والاستعلامات يجيب لكم معلومات الصحيحة ويندخلكم في الحيط وردوا بالكم يهبتلكم الغواصات وعندهم برشا غواصات قوة متاح ومرا ومش في القواعد ومهما حكيف غدت بشو صوت ويراو هو في اختراق الإدارة ولذا سيد الرئيس مطلوب منك اليوم الإسراء ناس تقلقت والناس فدت والعبادة بدأت تشك اللي هي معارك شخصية قاعد يلاحظ الآن تقود فيه ممشناش للمعركة الكبرى تخلينا في المعركة الكبرى في صحة الوغاء في الاستراتيجية الكبرى ورانا حس في تململ حس في الناس تصير لها ديسبسيون في انتظار انك تصلح القضاء وتصير حركة القضائية عبادة هذي معاش تخلي ممد وجوههم ويتصل بخصوم ويقلب وعليك في العباد يهد فيك يلزم تنهى المهز لهذه وكل واحد يشد بلاس لانه هذي اللي قاعدين يعمل فيه هو الخروش من النابر العالمي وتسالات اخبار سياسة تقنية محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية عالم اميرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر